هذه الرحلة التي قادته إلى منطقة افتتاح السدين المشتركين مع جمهورية أذريبيجان كانت الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ذهب دون عودة للرئيس الثامن لإيران فسوء الأحوال الجوية أدى لسقوط طائرة الهيليكوبتر التي كان على متنها برفقة مسؤولين بارزين في طريق العودة إلى تبريز عاصمة محافظة أذريبيجان الشرقية الإيرانية حادث تفاعلت معه وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو متداولة لفرق الإنقاذ التي سابقت الزمن لمعرفة مكان الحادث وإيجاد حطام الطائرة المفقودة فيما نقلت الصورة من الداخل الإيراني مشهد التضامن والتآزر مع الرئيس إبراهيم رئيسي الشخص المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي وأيضا من قيادات الحرس الثورية وبعد عملية بحث استمرت لساعات طويلة في منطقة معروفة بتضاريسها الجبلية في غابة ديزمار التي تقع في المنطقة العامة بين ورزقان وجلفة بمحافظة أذريبيجان الشرقية تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على طائرة الهيليكوبتر منفجرة ومحترقة بشكل شبه تام إعلان وفاة رئيسي قابلته تساؤلات ملحة تطرح عند شغور منصب الرئاسة في البلاد فهل سيكون المساعد الأول للرئيس قادرا على أداء وظائفه في المرحلة المقبلة وفق ما تنص عليه المادة الحادية والثلاثون بعد المئة من الدستور الإيراني ترجمة نانسي قنقر